تدبر القرآن هو المقصود الأعظم من إنزاله والمطلوب الأهم من تلاوته لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلم يتدبروا القول وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر